أن هناك مسؤولين في مواقع متقدمة كانوا هم السبب الأساسي والرئيسي فيما وصلنا إليه وتسبب في خلل من الصعب الآن مداواته أو معالجته هذا الخلل يتمثل في أن هناك أزمة ثقة كبيرة حصلت ما بين الشارع، الناس، الشعب، الجمهور المتضرر وما بين الذين يقودون هذه السلطة اليوم هي ليست أزمة فقط إنما هو واد كبير مترام الأطراف هل تستطيع القوة السياسية اليوم أن تجسر هذه الهوة الكبيرة بينها وبين شعبها الذي جاءت لتحكمه؟ هذا سؤال ليس جديد أن نطرحه اليوم طرحناه من سنوات ولكن الالتفاة إليها في ظروف معقدة بالغة الدقة والتعقيد أصبح يجب أن ننظر إلى هذه القضايا وإلى هذه الأحداث بتبصر التبصر هنا هو ليس الحلول الترقيعية هي ليس استنساخ سياسة المورفينات والخداع والكذب والتضليل المطلوب الآن أن هذه القوى السياسية الفاسدة بين قوسيا نستثلي منها القوى التي تحب العراق عليها أن تعترف ولو مرة واحدة أن تتحلى بالشجاعة وتقول أذنبنا أجرمنا أخطأنا كانت مو شغلتنا وتوهمنا إحنا ما افتهمنا العراقيين صحيح واعتقدنا في فترة من الفترات هذا الشعب خدر مرة خليناه باسم المذهب ومرة خليناه باسم الدولة ومرة خليناه باسم التهديد الخارجي ومرة أخذناه مظلومية السنة ومرة قلناه مظلومية الشيعة ومرة بمظلومية الكرب وخليناه بصينية وظلينا الفربيه واعتقدت أنه الشعب داخ لا أنتوا البعديين دختوا لأنه الناس كانت تبحث عن منقذ واعتقدت في لحظة من اللحظات وبصفائنية وبحسنية أنكم أنتم ستكونون المنقذون ولكن يمكن الله ما يحبكم أنه ما نطاكم هذا الشرف ولو الله سبحانه وتعالى رؤوفاً بعباده جميعاً 11 مليون الوزير يقرر محد يسمعه المسؤول يجي يقول محد يريده اللي حار بالفساد ما ترضون عليه أو تالي متالي تحط لك واحد راكب له ماتور ولابس له حاط له وصله قذرة على وجهه والكاتم بيده طاب ضد العملية السياسية بويه دني مالاتكم صاراً قديمات أنتوا قدام الشعب اليوم ثائر وأكوا أشراف بالبلد دي يقول لكم كافي بس عيب وكله من آدم وخطأون وخير الخطأون التوابون أنتوا حتى الله عانتوا الله سبحانه وتعالى اللي ترك باب التوبة مفتوحاً حتى آخر رمق حاربتوه ما أعرف أنتوا ضمن أي منهجية تمشون هل أنتم على دين؟ هل أنتم على مذهب ديني؟ هل أنتم على مذهب سياسي؟ هل أنتم عقيدة؟ هل أنتم من الشواذ؟ هل أنتم من المنحرفين؟ هل أنتم من الذين غررهم الزمان؟ هل غرر بكم؟ هل هناك سلطات أعلى من سلطاتكم؟ هل هناك ضغوط عليكم؟ كل هذا فهمون صارحون وقلناكم نقف معكم لسنين وأهديناكم عيوبكم وسمعناكم لسلوات طويلة ارجعوا إلى عقولكم الله يستر عليكم الوضع ما يتحمل ولما أجيب آلة سيد قيصر الهاشمي وما زال مسؤولاً في الدولة اليوم أنا أعطي نقطة بيضاء في هذا التنظيم أقول لقد قالها هذا مع احتراماتنا كما قالها غيره لأنني أنا محاقد أنا ضد الفاسد نعم وأقولها بصراحة وللشرفاء في هذا البلد أمكنة فوق رأسي وتعتاد تيجاناً أضعها فوق رأسي حتى هذا الرجل عندما أقدمه وقدمت مسؤولي الغيرة أقول نعم هناك لقات بيضاء في هذه العملية ولكن الملوثون أكثر ترجمة نانسي قنقر